الرجل اللي ما بتربطه نفسه ما بتربطه مئة مرة بنهاية لنهار بالليل بيجي بتذكر إنه أنا مرته أحياناً يتحول الزواج إلى مكان أن نعطي بالواجب عم بتبرري خلينا نحافظ على هذا الزواج وأن نستمتع في هذا الزواج بتحكي حكي مثالي وإحنا بعيدين جداً عن المثالية نسمع عن الزواج بيحكي لك مرتي ما بتحترمني تيرين اللي صار عندهم خيانة وقدروا يكملوا الزواج ما بيصير أنا آجي أشكي لزوجي مشكلة يحكي لي يعني ما أصغر عقلك حتى الحاجات غير الملباة تقودنا في النهاية إلى المرض النفسي في أنا بس مع الزواج بيحكوا أنا مش شايف إنه في مشكلة تبدأ الحياة بعد هذه الحفلة لما إيجوا لولاد نسيتني لو كل ست بتقول لجوزها يعطيك العافية وأنا بقدر إنك إنت رايح وتعبان عشان شو في الحياة شو بتصير قديش إحنا عنا العلاقة الجسدية الحميمية منظورنا إلها ناجح لا ليش أمدحه يكبر راسه يعني نمنع نفس المخدة شو بيصير بنخنق بعض كله تمام يا المايك تمام دكتورة قدي نسبة الناس اللي بتشوفيهم ساعدين في زواجهم نسبة كتير كبيرة من ساعدتنا بتعتمد على راحتنا في علاقاتنا وتحديداً مع الشريك وتعالوا نحكي بصراحة أكتر للأسف بالأسف البيوت اللي المفروضة تكون الملاذ الآمن بتتحول في بعض الأحيان لساحة معركة بين الأزواج ومشاعر الحب اللي من المفترض إنها تكون أشياء حلوة منعيشها كل يوم ومنجربها كل يوم الحب بيتحول لنفور ممكن يتحول لندية ممكن نوصل للخيانة وأيضاً للطلاق نفسي أعرف كيف بيوتنا وكيف مشاعرنا الحلوة تحولت لهالعبء اللي تقيل اللي عم بيصير علينا وبدل ما نكون عم نستمتع عم نكون مجبرين نكون في العديد من الزواجات نفسي أعرف كتير أشياء عن البيوت السعيدة والبيوت غير السعيدة في حلقة اليوم من بودكاست نفسي أعرف بودكاست نفسي أعرف تقدروا تسمعوه عبر رؤية ويفز وبالطبع تشاهدوه عبر قناتي على اليوتيوب دانا أبو خضر يلا نبدأ اليوم في بودكاست نفسي أعرف معنا دكتورة عيدة بيروتي أيوب خصائية إرشاد نفسي وتعاملت مع العديد من الأزواج في موضوع كيف ينجح مؤسسة الزواج كيفك دكتورة؟ أهلاً أهلاً سهلاً فيك في بودكاست نفسي أعرف أهلاً فيك اليوم نحكي بصراحة وبدنا نزيل العديد من التبهات أو الأقنعة أو نحكي أنه خلاص الزواج ماشي وهينا مسلكين ما بدنا نسلك بدنا نستمتع بحياتنا نفسي أعرف فعلياً برأيك قديش نسبة الأزواج مش عم نحكي رقم دقيق ولكن كتار ولا مش كتار اللي ساعدين بزواجهم؟ الحقيقة من اللي شفنا يعني بحياتنا الناس عم بيسلكوا الحياة وبيمشوها الساعدين أو اللي حياتهم فيها متعة واللي فعلاً يعني مستمتعين في هذا الزواج بتلاقي قليل أقل يعني معناته المدخل اليوم هو إذا معظم الزيجات ممكن تنتهي بالطلاق ليش أصلاً نقبل على مؤسسات أو فكرة الزواج؟ المزبوط أنه الزواج هناك أسباب كتيرة عند كل شخص يعني على المستوى الفردي ولكن إذا بنروح إحنا على المعيار العلمي ونشوف ليش منتزوج كتير مهم ليش منتزوج لأنه كتير مبني عليه إشياتانية كتير تأتي لاحقاً فأساس الزواج والهدف من الزواج هو إزالة الوحدة أن لا يبقى أحد الشركاء وحيداً فمرات منشوف أنه نتزوج لكي نزيل هذه الوحدة ولكي نكمل حياتنا مع شريك لهاي الحياة وفعلاً يكون هذا الشريك قريب وحبيب ومرتحين ولكن منلاقي بعدين صار شوية لخبطات وبعدين تباعدوا أو ما كانت الحياة زي ما هم متوقعين وتأتي مفاجآت فالهدف للزواج أصلاً هو إزالة الوحدة فلا أن لا يبقى أي منهما وحيداً أو يشعر بالوحدة وكأنه مش مع قريب وكأنه مع غريب أصبح صح يعني اللي منشوفها سواء عم نتحدث عن الجيل الجديد اللي عم بطلع بفكر أنه الزواج هو هاي الحفلة وشهر العسل ولكن إحنا دائماً منحكي أنه الزواج الحقيقي يبدأ بعد ما نخلص كل هذه المطاهر برأيك عم ندخل بشكل واعي على مؤسسة الزواج يعني لما نحكي نسبة كتير كتير كبيرة من الزواجات تنتهي بيئة الطلاق في خلل أنا بدي أركز بس على المدخل في خلل بفهمنا للزواج ليش منتزوج عشان منحب عشان بنا نخلف عشان عنا بعض الحاجات الفيسيولوجية والجسدية ليش أصلاً نقبل بدون وعي المزبوط أنه يعني كتير من الناس لما بيجوا بتزوج وبيفكروا الزواج هو التخطيط نعم زي ما ذكرتي هو للحفلة لحفلة الزواج هذه الحفلة أو الزواج نفسه هذا إعلان عن الزواج أنه بدأ وتبدأ الحياة بعد هذه الحفلة وهناك يبدأ الزواج فمرات بيفوتوا على هذا الزواج دون وعي دون وعي لا إيش يعني إحنا لو بدنا نيجي وعفكرة يعني الزواج أو خلفة الأولاد من أهم قرارات حياتنا اللي بتغير كل مجرى الحياة تبعنا هم قرارين الزواج والأولاد ومرات الهجرة يأتي معهم الهجرة كمان بيكونوا هدول التلاتة يعني بتركوا البلد فتغيرات رهيبة فإحنا تخيلي لو بدنا نعمل أي إشي بالحيان بناخد الوصفة لو بدنا نطبخ أبسط شغلة بناخد الوصفة ولكن لو بدنا نعمل أي شغلة بناخد العنوان لكن نأتي إلى الزواج ولا نعمل ما بناخدش الدليل فاللي تلوعي في أسس الزواج هي اللي بتعمل كل الإشكال يعني أنا بدي أرجع لحالي إذا بدأ أحكي عن حالي زوجت عمر 25 سنة وفعليا كنت أعتقد أنه خلاص بما أنه بنحب بعض رح يكون زواجنا ناجح رح تمشي هالحياة ولازم أي حب ينتهي بالزواج هذه الفكرة إذا موجودة كمان عند العديد من الأشخاص خاطئة ولا لازم نضيف عليها الحقيقة الحب لحاله مش كافي يعني كتير مرات منقول بحبه وخلاصه لازم أتزوجه فيه يعني مقومات أخرى لهذا الزواج بدنا ناخدها بعين الاعتبار يعني فيه نظريات كتيرة إحنا مش بيخوضها هلأ للزواج التقارب يكونوا متقاربين في إشياء كتيرة في حياتهم يكون عندهم الوعي الكافي بإيش عايش جايين يكون عندهم الصدق والعمق في الحياة ومن الأسس الزواج المهمة اللي بحب أذكرها يعني في عنا ثلاثة أسس كتير مهمة للزواج وبتمنى كل اتنين بدهم يروحوا على الزواج يراعوها أولا أعز الأصدقاء تنين حبيبان ملتزمان وثلاثة مؤمنين مؤمنان مخلصان لمجموعة من القيم تحمي زواجهم يعني هدول الزوجين عندهم وعي في قيم تحمي هذا الزواج يكون صديقان أعز الأصدقاء كيف أنت وصديقتك قدي بتكونوا متقاربات أنت وصديقتك قدي بتنبسطوا مع بعض قديش بتعملوا أشياء بتتسلوا فدايما بدك تحكي لصديقتك أمورك نفس الشيء لازم يكون في الزواج أعز الأصدقاء تنين حبيبان ملتزمين أن نلتزم في حب وفي حب الآخر وفي إسعاد الآخر وفي الوقوف جانب الآخر والتواجد إله المحبة مش هي كلام المحبة هي عمل حقيقة فهذه نقطة مهمة كثير وثالث إشي أن يؤمنوا بقيم ووعي بقيم تحمي هذا الزواج أهمها قد تكون عندي أنا الإخلاص قد تكون عندك الاحترام قد تكون عند آخرين التواجد فحتى نحقق هذا الزواج الحميمي اللي كلنا نأمل ونتمنى أن نعيش الزواج شيء عظيم وهو متعة في هاي الحياة هلأ شوفي حلقتنا هي للمتزوجين تحديداً اللي دخلين أصلاً في مشاكل بالزواج وممكن لما نحكي عن هذه الأساسيات اللي ذكرتها لغير المتزوجين قبل ما تتزوج في أشياء ممكن يسمعوها كمان غير المتزوجين أشياء تكون إنت واعي عليها وعنها لتعرف تدخل على هذا البيت بسعادة بس ما بتعتقدي دكتور إذا بنحكي بصراحة أكتر أنه اللي بتحكي حكي مثالي وإحنا بعيدين جداً عن المثالية إحنا مجتمعاتنا بتتزوج لأنه بيكون في عنا فكرة أنه يلا هي ضمن مراحل الحياة الطبيعية أنه لازم تتزوج المرأة تبحث عن شريك في بعض الأحيان تبحث عن مهرب بتكون مش سعيدة في بيتها فتبحث عن مهرب بهذا الزواج الرجل في الكثير من الأحيان يتزوج أيضاً للحاجات الجسدية أكثر من ما يفكر بفكرة إسعاد الآخر أنه هلا مسؤول عن سعادة هذه المرأة وفيما بعد عن الأولاد فحكيك حلو بس برأيك واقعي شوفي بالنهاية يعني كل تنين بدخلوا على هذا الزواج حتى لو دخلوا وكان عندهم مش وعي ليش هم عم بتزوجوا ولأنه صار عمرهم لازم يتزوجوا وما كان الاختيار صحيح ولا كانت المقومات موجودة يستطيعوا أن يكملوا بطريقة صحيحة فأنا اللي بدي أقول لك يا فيه إش كتير كتير مهم لو إيش ما دخلوا على الزواج هناك حاجات وهناك حاجات زي الأكل والشرب مهمة بدونها منموت مش هيك طبعاً ولكن فيه حاجات منسميها علاقاتية أساسية حاجات نفسية واجتماعية هاي الحاجات زي المحبة زي الاحترام زي التقدير زي التعاطف زي الاهتمام زي الأمان إشعار الآخر بالأمان هذول الحاجات النفسية إذا ما تواجدت في الزواج مش ممكن الزواج يستمر عشان موضوع الحاجات كتير مهم إحنا مشكلتنا نلجأ إلى الزواج لإشباع حاجاتي لكن هو الأصح أو اللي اليوم بدنا نوضحه به هذا البودكاست أنه أنا بدي أشوف حاجات الآخر من خلال هذا الزواج وأكون واعية إلها وهو المفروض يكون شايف حاجاتي ويكون واعي إلها شو أهم الحاجات عند الرجل؟ ليش يتزوج؟ وشو أهم الحاجات عند المرأة؟ طبعاً الموضوع أنا بعرف نسبي ومختلف بسأل أبرز خلينا نحكي الحقيقة أنه في مقياس للحاجات حتى الواحد يقدر يعرف شو حاجاته اللي من لما خلق فيها لتاريخ اليوم بعده يعني بحملها هن عشر حاجات المزبوط جيد كتير أنه نطلع عليهم فقد يكون الرجل بيحب التقدير المرأة تحب الاحترام المرأة كتير بيهمها الأمان كمان الرجل قد يهمه الأمان المودة أو المحبة نقطة كتير كتير مهمة يجب أن ترعى بالحقيقة هن هدول الاهتمام مثلا الاهتمام إذا بدي أقولك إحنا نفكر أهتم فيه وأسأل عليه هذا مش كافي إذا أنت بدك تهتمي في الشريك بدك تدخل عالمه شو يعني أدخل عالم الشريك؟ يعني أعرف حاجاته يعني أعرف ألمه يعني أعرف خوفه ويعني أعرف أحلامه وطموحاته ولما أنا أعرف ألمه هل يجدني مواسية إله ولا منتقدة إله ولما أعرف خوفه هل أنا بكون مطمئنة إله ولما بعرف حاجاته مهتمة أن ألبيها ولما أعرف طموحه أو أحلامه أو شو هو حاب يعمل أو بالعكس هي شو حاب بتعمل هل يكون الشخص داعم ومشجع؟ مشكلتنا في الزواج وإذا بدك تقولي أين يبدأ الخلل في هذا الزواج وليش ندخل على الزواج برصيد جيد من الحب أو من الإعجاب أو من القناعة ليه بيروح؟ لأنه عم نصرف من هالرصيد بدون ما نغذيه وكيف بتم التغذية؟ بثم التغذية لهذا الرصيد بسلوكات المحبة بسلوكات العطاء بسلوكات الاحترام بسلوكات التقدير لما أنت بتقولي لي بتحبيني حتى على مستوى إحنا زملاء أو صديقات أو نعرف بعض لما أنت بتهتمي فيي لما أنت بتحترميني أنت عم بتعبي برصيد جيد بيني وبينك فكيف بالزواج؟ فكل مشكلة الزواج هناك حاجات غير ملبة حتى الحاجات غير الملبة تقودنا في النهاية إلى المرض النفسي صح يعني هاي كل القصة دكتور أكيد من خلال عملك التقيت بأزواج قديش إحنا منفتحين على فكرة يجوا ياخدوا استشارة زوجية هل برأيك المرأة أكثر انفتاحاً لهذه الفكرة أو الرجل؟ الحقيقة احنا منلاقي أنه النساء يعني أكتر انفتاحاً على هذا الموضوع يمكن عندنا ثقافة العيب أو عندنا ثقافة لا الرجال أنا بعرف وأنا بعلم على الآخرين وما رحب يشارك مشاكله كمان كونسلينج كتير إشي رائع وعظيم ليش؟ لأنه كتير يعني بيساعد بعطي شوية مهارات طبعاً للتعامل مع بعض هاليوم بدنا نقدم استشارة مجانية للأزواج اللي متخبيين يكون رشاشات ومش حبين يحكوا عن مشاكلهم بس لما يجوكي الأزواج بيكونوا بأي مرحلة هل هم أقرب إلى الطلاق؟ بيكونوا على مفترق طرق ولا هم لا مأمنين أنه بدهم يضلهم مع بعض وبدهم يشتغلوا على العلاقة ولا بيعملوها أنه يلا خلينا نجرب هاي آخر محاول قبل ما نطلق يعني بأسفني أقول أنه اللي بيجوني بكونوا أحياناً عندهم مشكلات أصبحت عميقة لأنها انتركت وتم تجاهلها لكن اللي بدي أحكي لك يا أنه الحمد لله معظم اللي بيجي يعني لهذا الوعي أنه شو بقدر أعمل تحتى أستمر في هذا الزواج كتير بقدر أقول تسعين بالمية وبكل رياحة وارتياح ويعني أمانة أمانة أنه تتعدل أمورهم لأنه بيكون بس عبارة عن أنا بدي أقولك 90% بتزبط بتزبط حياتهم وبيرجعوا بيمشوا والمسألة مسألة يعني لما البكابل أو لما الزوجين بيجوا على الإرشاد للنفسي أو الإرشاد الزواجي والأسري كتير إشي رائع وعظيم ليش؟ لأنه هم يعني إذا راسك بوجعك وبوجعك وبوجعك بآخر شي بدك تروح تشوفي إيش القصة بدك تشوفي إيدك بتوجعك بدك تشوفي ليه إيدي بتوجعني وراسي بوجعني ومعتي بتوجعني ومعليش أشوف دكتور أو أشوف حدا يساعدني وليش لما زواجي عماله يطلخبط فقد البريق وفقد التقارب وفقد الحماس وفقد الدافعية وفقد الرغبة باستمرار هاي المتعة وفقد المتعة ليه ما أروح أنا وأرجع أصبته طب سؤالي كمان دكتورة هلأ لما ييجوا عندك شو بتشعري أكيد فيه هيك عوامل مشتركة بين كل المشاكل شو بتشعري أهم المشاكل شكاوي المرأة وشكاوي الرجل يعني شو كل واحد بتحسي بيجتمعوا علي النساء وفكرة يجتمع عليها الرجال إذا بدي آجي أخد يعني إذا بلاقي السبب الحقيقي للتنين بلاقي طريقة التواصل من الأشياء اللي كتير كيف بتواصل وكيف ما بيسمعوش بعض كيف كل واحد بده الثاني يسمعو بدون ما يسمعو هذه من النقطة اللي كتير مهمة وبلاقي إنه الرجل مش قادر مرته تفهمه ولا المرأة قادر الرجل إنه يفهمها فأنا دوري دوري أساعدهم يفهموا بعض بس سؤال هم بالطبيعة أصلا الرجل والمرأة في اختلافات واضحة بينهم من الناحية الفكرية والجسدية يعني الاختلاف هو ما حد بيقدر ينكره صحيح؟ كيف نتعامل معه؟ الاختلاف شوفي دانا فيه إش كتير مهم أنت وأختك بالبيت فيه اختلافات بيناتكم وأنت وأخوكي اللي نفس البيئة ونفس الأهل وهذا شي طبيعي والاختلاف بين الرجل والمرأة هذا إش يعني رائع وعظيم لأنهم هم مش زي موحد صحيح هم عبارة عن شخصين يجوا من بيئتين مختلفتين وهم أهم في هذا الموضوع أنه بس يعني إذا بنتبه أنا على قصة أسمع الآخر نحن ما بنسمع أوكي فأول شكل بتشوفيها بين التنين أنه التنين فيش بينهم تواصل يعني منتزوج ومنحب بعض بعدين ومش عارفين نسكر التليفون أيام الخطبة وبعد الزواج بدناش نحكي مع بعض ومش عارفين نحكي مع بعض هذه أول مشكلة شوفي هلأ إحنا في عندنا إش كتير كتير مهم يعني بحب ألفت الانتباه إلو أنه في صراع بأول تنين يعني كيف في صراع أول صراع بالحقيقة هو صراع البقاء طبعا أوكي ثاني صراع في الحقيقة هو الصراع نحو السلطة بأي تنين بأي شخصين مين بدي مشي كلمته أيوة مين بده يمشي كلمته ومين الصح أوكي وهون مندخل بهذا الصراع فنحنا بكل بساطة نعم ولا نسمع بعض ومرات بيكون في طريقة الحكي هي مش الصح اللي بتخلي الطرفين يزعلوا من بعض كمان في عندنا قضية كتير مهمة دانا ننتبهلها هي العملة كيف العملة النقدية كل واحد شايف جهة يعني مثلا إذا ماسكي أنا هلأ قطعة نقدية وبقولك شو شايفة بتقولي لي صورة وأنا بتقولي لي شو شايفة بقولك لا كتابة ما بقدر أحكي لك أنت شايفة غلط آه فاللي شايفتي من وجهة نظرك صح هو الصورة على هاي العملة وأنا شايفة الكتابة نتآتل لأ صورة لأ كتابة ويمكن نترك العلاقة علشان هاي القصة وهون منحتاج أنه أن نتعاطف صح إحنا نحتاج للتعاطف حتى نفهم أحكي لي عن تواصل تعاطف تعاطف أنه أشعر يعني ما بيصير أنا آجي أشكي لزوجي مشكلة يحكي لي يعني ما أصغر عقلك يعني طب ما أنت عارف أني بحبك طب ما أنت عارف أنه أنا مشغول هاي الأجوبة فيها إنكار لمشاعر الآخر فهي فكرة التعاطف نوضحها أنه أنت ممكن تبدو جملتك أنه أنا فاهم عليكي حتى لو مش فاهم حتى لو مش مسترع نعم شوفي هذه قصة التعاطف الطفية من أهم المهارات ليه لأنه بكل بساطة التعاطف هي الشعور اللي ما في الداخل لما بيجي الشخص يعني لما ولدي صغير بوقع وإحنا منيجي منهجم عليه مش قلتلك ما توقع أو من لومة أو مننتقده ليش وقعت وليش ما شفت هذا كله مش صح إحنا بدنا نقوله للي وقع بتواجعك هذا بتواجعك على طول بيحس أنه إحنا حسينا مشاعره صح بالزواج لابد من الشعور مع مشاعر الآخر مش إشي جاي من كون غريب إذا ما حسينا بشعور بعض حتى لو زيفت هذا الشعور لا ما في تزيف مش فاكر لأنه بحس فيه رجال ونساء مش مقتنعين بمشكلة الآخر أنا بسمع أزواج بيحكوا أنا مش شايف إنه في مشكلة شوفي هلأ مش شايف في مشكلة من وجهة نظره رجعنا لنقطة العملة هو شايف ما في مشكلة هي شايفة في مشكلة فإحنا علينا أن نسمع الشخص المتألم ونشوف شو المشكلة ونوضحها كل شي كل شي بيظله مكبوت بيظله إشي سيء لأنه رح يتراكم يتراكم ورح ينفجروا بالأخير فإحنا إذا طلعنا أول بأول كل الأمور وحكينا معها بكل محبة بكل عقلانية بكل هدوء علينا إحنا ونحكي كمان بمهارة عظيمة هي لغة رسالة الأنا رسالة أنا متداية أنا مؤهور نبعد عن الإنت الإنت هجومية إحنا دائما حكينا يا هجوم يا إخفاء يا منخفي وبسكت وبراكم ووقتها أنا بضر حالي ورح أرجع وأضره للشريك أو أنه أنا بهجم أو بخفي هاي النقطة رح أرجع عليها اللي هي مشكلة ورح نعطي مثالين كيف أنا بدي أوصلها للآخر اللي هي فكرة يا سيرفاف يا ثرايف بس بدي أرجع أسألك على فكرة الزواج هو أنا بوجهة نظري وبتمنى تصححيني هو مش زي حبي لأبنائي الزواج حب مشروط بمعنى إذا أنا الزوج ما حقق لي وما لبالي حاجاتي العاطفية والجسدية وحتى المجتمعية رح يصير فيه خلال يعني مش مقدس المشاعر المشاعر متغيرة وبتيجي وبتروح هل برأيك الزواج حب مشروط أو غير مشروط الزواج حب غير مشروط المفروض المفروض وإذا ودينا أن يكون مشروط فإحنا دخلنا على إشي اسمه التملك إذا ما بتعمل هيك أنا مش رح هذا إذا ما بتمشي زي ما بدي إذن أنا زعلاني إذا ما بتعمل هدول الشغلات اللي أنا بدي إياهم إذن أنا مش راضية هذا كله مش صح في عنا أربع شروط للعلاقة بسيك بدك ياني أنا أنكر حاجاتي كشريك أو جذب من العلاقة لا ما في إشي اسمه إنكار حاجات أبدا الحاجات يجب أن تخرج إلى الدوق وأن شوفي إذا غرفة معتمة وفتنا كلنا منتلخبط مش شايفين شي ومنصير نفكر هاي الكاسة إشي عقربة ولا وتأفر لكن إحنا بالزواج نريد أن نتحدث عن كل الأمور مشكلتنا الإخفاء وما منحكي اللي بقلبنا ومشكلتنا إذا حكينا الطرف الآخر قد لا يسمع فإحنا كتير ضروري نحكي بالموضوع ليه زمان كانوا يسمعوا بعض ويسمعوا بكل أمورهم ليه هلا بطلوا يسمعوا بعض نعم شو اللي صار بهاي العلاقة اللي صار بهاي العلاقة شغلتين ما في تعاطف ما في استماع لبعضنا البعض ما في استماع أنا بدي أسمع ألمك بدي أشوف أنت لين بدايقة شو اللي مدايك ولما أسمع ألمك بدي أشعر معك أحط حالي محلك هذا هو التعاطف أن أضع نفسي مكان للآخر بس أنا لسه برجع بشوفه زواج الحب يعني مشروط لأنه إذا أنت بتحبني لازم تكون عارف احتياجاتي فبالتالي تحافظ على مشاعري اتجاهك إذا أنت ما احترمت أنا شو بحتاج بهذه العلاقة ليش بديه يضل الحب زي ما حكيتي إحنا منركن على الرصيد الموجود منظلنا نسحب منه بعدين فجراء منلاقي يختفى عشان هيك من نص الطريق منلاقي الطلاق منلاقي أنا بطلت أحبه وبطلت أحبها في نفور في العلاقة جانا بدي أقول لك أنه إيد لحالها ما بتزائف طبعا هلأ اللي بدي أسألك الست بدها وبدها 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 طب الرجال الرجال كمان بده وبده وبده ما فيش حق على أنا اللي بدي أقول لك في العلاج المختصر الحق على الطرفين في كل مشكلة الحق على الطرفين في كل المشاكل أنا راح أحكي باللسان العلمي أكيد التنين إذا المسؤولين عن كله الرجال يتألموا والرجال أيضا بيكونوا متدايقين والرجال أحيانا لا يقدروا والرجال أحيانا كتير بيكونوا مش مفهومين وبدهم من يفهمهم والرجال كتير بيحطوا الصورة القوية والصورة اللي مش مت لا هم عندهم أحاسيس كتير قوية هل كل الرجال هنا مبسوصين دعمتيهم نفسيا طب الرجل البخون برضو الحق على المرأة لا شوفي الخيانة بدها موضوع هل هي حاجة غير ملبة عند الرجل فقام خان أم هناك عامل نفسي عم بتبرري لا ما ببرر الخيانة شيء غلط وهذه من الأشياء اللي للأسف تدمر الزواج وموجودة بكثرة وما عندي نسب أنا الحقيقة لكن أنا بحزن قلبي بحزن قلبي إن تكون فإذا بننيجي نطلع على الخيانة قد تكون حاجة غير ملبة إذا بننشوفها أولا وقبلها كل شيء هي إشي خاطئ وغير مقبول وهو يدمر الزواج حتى نكون واضحين ما ممكن يعني ولا يقبلها أي عرف ولا أي تقليد ولا أي دين ولا أي الخيانة ممنوعة ومش صح ومدمر للزواج وما بقدر أقول يعني شخص بقول أنا بحب مرتي وبخونها عفوا ها فيه إشي مش ممكن تحب مرتك وتأذيها هذا الإيذاء صح وكمان يعني تفكريش يعني إن الخيانة فيك طرف تاني يعني بخون طب في التارح إنه أنا بعرف سيدات بعرفوا عن خيانة أزواجهم وبيصير الطرف التاني بيسكتهم إنه خلاص هاي مصاري خدي أيشي حياتك سافري مع صاحباتك والمركب ماشي هذا كيف تقيمي شوفي هلأ يعني أنا بدي أحكي علميا ما بنا نقول آراء شخصية طبعا الرأي الشخصي خاص في كل حدا فينا طبعا فكل واحد قدي بقدر يتحمل شو بيحب يعمل حر هو لكن إذا بدي أجري للرأي العلمي في كل مشاكل الحياة والخيانة واحدة من مشاكل الحياة قد تأتي لكل بيوت لكثير من البيوت وقد لا تأتي والحمد لله والبيت اللي ما فيه خيانة بيت سعيد بلا شك نعم لكن بنفس الوقت لما فيه خيانة إحنا علينا أنه نشتغل على نشوف سبب هذه الخيانة وفي كل الإرشاد النفسي إحنا بنشتغل على إشي اسمه ما السبب وماذا علي أن أفعل شو السبب لهاي الخيانة وبيدي علي إيش أعمل بعد ما أعرف الأسباب وقد آتي إلى قضية عظيمة مهمة جدا بعد ما أعرف ليش هاي أسباب الخيانة ونحكي ونسمع ألم ألم اللي تمت خيانته متألم جدا يمكن ما بده يكمل بالزواج ويمكن ما بده نساعده أن يسامح ليش بده يسامح؟ بده يسامح مش عشان الطرف الآخر بده يسامح لأجل نفسه لكي لا يبقى في هذا السجن سجن الغضب وسجن الزعل وسجن المرارة والحقد فمرات منكون إحنا أسيرين في هذا السجن دانا فإحنا نحتاج أن نسامح كأن نخرج من هذا السجن ونستعطيع أن نسامح ونشوف بعدها والحكي والاتفاق اللي بينهم وقديش مدى الراحة والارتياح يرجعوا التنين بيجو لك أزواج بيحكولك على مشكلة الخيانة وبيقدروا يتخطوها؟ نعم كيف؟ نعم وأنا مساعدة المزبوط كتير ناس في الخيانة وقدرنا أنه نرجع أول شي بشوف يعني إيش الحاجة لإيش ومرات بيكون الحاجة لاعتراف والحاجة لاعتزار والحاجة لتوضيح الأسباب والحاجة إلى طلب الاعتزار هذا مهم جدا وكأنه الرجل بيرد بيرجع وبعمل مع زوجته عهد جديد من الإخلاص لبعضهم البعض فأنا بدي أحكي لك بصراحة كتيرين اللي صار عندهم خيانة وقدروا يكملوا الزواج وما كسروا الزواج كلام حلو بس المتعارف عليه إنه اللي بيخون مرة إذا تم مسامحته وما شاف نتيجة إنه اللي عمله كتير كبير رح يصير مستعد يرجع يخون شوفي اللي عنده خيانة متكررة أوكي بده شغل تاني بدنا نشتغل عليه نفسيا لأنه العامل النفسي صفت مش حاجة غير ملبأ عنده وراحوا لبوها ناس تاني برا لا صفت في عامل نفسي عنده لهاي الخيانة بدنا نشتغل نشوف شو الأسباب لأنه قد يكون هذا الرجل يشعر بالرفض أو عنده أمور نفسية عميقة بحاجة إنه يشعر بالحب أو بالاهتمام أو إنه بعده مرغوب أو عنده آلام قديمة هي اللي عمالة تسيطر عليه زي مثلا كان يحب حدا وما أخدهم فممكن هلأ هون هو بعده أسير هذا الشيء أو هو مثلا بده ناس أو سببه بالزواج ما كان صح نعم فإحنا بنرجع على العامل النفسي لهذه الخيانة ونشتغل عليه طب الرجل اللي بيلوم المرأة أو المجتمع اللي بيلوم المرأة إنه خانها لأنه هي مقصرة معه هلأ هذا إحنا هون شوفي يعني مش ضد أشخاص ولا ضد مجتمعات إحنا هدفنا بالإرشاد النفسي نعم أن نساعد الطرفين أن يحلوا مشاكلهم وأنهم يمشوا حياتهم مش معناته نرضى بهذا الكلام لا يعني أنا ما بقدر أجبر أي حدا يمشي بس بعطيه أنا المعيار الصحي وهو إيش بقدر يعمل يعمل يعني بالنهاية أنا ما بقدر أجبرك أو أجبر أي حدا بتمنى يضلوا كلهم بالعلاقة لأنه قصد لهذا الزواج الإزالة الوحدة الزواج شيء عظيم إذا وهدف الكون أحيانا أن يبني هذا الزواج لأنه استمرارية عظيمة فيه أولاد وفيه حياة وفيه يعني فيه في السراء والضراء بس الزواجة اللي رديت إنها تكمل بعد الخيانة بتكون من كثرة تعلقها حبها بدهاش تخسر بيتها بدهاش تخسر أولادها أو هو واعي زايد وأنا رح أسامحه فيه حال هو بالفعل التزم وكانت هذه نزوة ومرة واحدة عابرة خلينا أقولك كتير مرة إحنا هدفنا بالإرشاد النفسي الإصلاح وهدفنا أن نبقي الزوجين وأن لا نكسر لا تكسر لكن ما بدها تكون على حساب أي أطرف من الأطراف المرة اللي بدها تستمر بعد خيانة الزوج في هاي الحياة قد يكون مرات عندها أسباب كتير هي ما في محل تروح عليه ما في أو مثلا بهمها المستوى الاجتماعي أو المالي اللي هي عايشة فيه فبدهاش تترك على أجل هذا الكلام أو بهمها أنه امتيازات أخرى حطها الجوز أو وعود أخرى صارت أو بالعكس يعني كمان يعني ما بده أقول أنه بس الرجال البتخون والنساء أيضا نعم أوكي لكن إحنا نطلع دائما على الإشي الأكتر بنفس الوقت دانا يعني كل إحنا منيجي كل تنين حالة خاصة في صح تشي معادلة أوكي ما في معادلة تقول أنه لا لكن إحنا إذا بدنا نيجي نشتغل على الخيانة هاي وبدنا نيجي نشوف شو سببها ونشتغل على الإصلاح ونشتغل على أنه نقيم الأسباب لابد من إزالة الأسباب اللي أدت لهاي الخيانة ونشتغل سواء هل في أسباب واضحة بالمجمل؟ قد تكون قلتلك قد تكون حاجة غير ملباية يعني الزلمة مش حاس أنه المرأة عمالها أو الزوجة حاسة أنه مهملها كتير من الخيانات عند النساء قد تكون الإهمال الرجل مش مهتم ملها ووين كان قبل يهتمها لا معادش هي في وحدة نعم إحنا حكينا كلمة في البداية وقلنا هدف الزواج إزالة الوحدة طيب فإذا ضل أحد الشريفاء الشركين يشعر بوحدة يعني كأنه عايش لحاله كأنه الطرف الآخر مش معه ولا جمضه ولا ماسك بإيده نحنا بدنا نشتغل على هذا التقارب واللي ما بتربطه نفسه ما في أي شخص في العالم الرجل اللي ما بتربطه نفسه ما بتربطه ميت مرة مش مش شطارة المرة فيه أسس للزواج وحكينا فيها الإخلاص واحد من طبعا فكتير من الأزواج لما يجوا يتزوجوا بيحكوا عن قصة إنه هل أنت قادر تضمن حالك إنك أنت مش راح تخون لأنه أحكي لك بصراحة يعني وإحنا عم نحكي لمفيد كل حدا من لما يتزوجوا الأزواج هي بتجنن وكل إنسان رائع يعني خليقة عظيمة ولما تطلع هي من بيتها فيه كتير ناس بدهم يطلعوا عليها وهو لما بيطلع من بيته فيه ناس كتير بدهم يطلعوا عليه هون بده ييجي هو قراره قرارها فكرة الالتزام الالتزام بإسعاد يعني الحب إحنا لما منقول الحب هو هو بس الوجد والعشاء والغرام ولا هو الحميمية والقرب والدفاع ولا هو الالتزام كمان الحب لأنك حكيتي مصطلح الحميمية خلينا كمان نحكي عن الزواج الحميمي الحميمية مرتبطة بعقولنا وبالعديد يعني من أفكارنا بالعلاقة الزوجية الحميمية الجسدية بين الأزواج الزوج برجع بركز أنه بنسبة كبيرة عنده الحاجات الجسدية بتكون أعلى من المرأة المرأة بالنهاية إذا الزواج ناجح زي ما بيحكوا طول النهار الأمور ماشية بسلاسة بنهاية النهار بيكون في ترجمة لعلاقة الحب قديش إحنا عندنا العلاقة الجسدية الحميمية منظورنا إلها ناجح شوفي الحميمية أولا كونك فت باع الحميمية وهذه من أسس عظيمة في الزواج ونعم الحياة أن هناك حب وهذا الحب بنظرية سترنبرغ مقسم إلى الوجد يعني العشق والغرام والهيام وهذا الجزء الساخن وكمان في الحميمية اللي هي القرب والدفئ في العلاقة علاقة قوية عميقة دافئة هذه نقطة كتير مهمة وتالت نقطة هي الالتزام الالتزام مش المالي فقط الالتزام في التواجد الالتزام في الشراكة الالتزام في الإخلاص مش بس الالتزام المالي وهون مرات المسح بحب تفرط بيفكروا أحد الأطراف وما بدأ أقول الرجال أو الست بدي أقول أحد الأطراف بيفكر أنه الالتزام هو بس بالمال لا الالتزام في الشراكة مهم جدا الزواج هو شراكة الزواج هو إخلاص الزواج هو تواجد لما ما بتواجد الرجل للمرأة أو المرأة للرجل ما بتواجدوا إذن أصف الواحد في وحدة كل مرة رح أخذك على الوحدة نحن نريد أن نزيل أنا بجاء أحكي على العلاقة الجسدية متى يعني تحدث بين الأزوج هاي الحميمية لأنه أنا بس مع سيدات بحكولك طب أنا طول النهار مش سائل فيي ما بحكي ليعطيك العافية ما بسأل كيف حاله وبنهاية النهار بالليل بيجي بتذكر أنه أنا مرته هاي منسمعها بوضوح هنا في خلق خلينا أقولك فيه قصة كتير كتير مهمة الحميمية الحميمية عدة أنواع يعني هذه نقطة كتير ضرورية فيه حميمية فكرية تنين عندهم أفكار بيحبوا فيه حميمية رياضية بيهتموا بنفسها دول الأشياء فيه حميمية جسدية بيحبوا مسكي الإيدين عبط فيه حميمية عاطفية بيحبوا الكنكنة والحب وفيه حميمية جنسية نعم فالحميمية عدة أنواع دانا نعم والمرأة فيه كتير إشي مهم لازم نحكيه هون إنه المرأة عندها نقطة كتير مهمة الناحية النفسية طبعا يعني إذا هي كانت تعبانة أو هي كانت مدداية مدداية يعني الحميمية الجنسية حق للطرفين عند بعضهم البعض زي الأكل والشرب يعني أوكي فما منقدر نمنع الآخر من هلشي لكن إحنا عنا إشي كتير مهم هو إنه أنه راعي المشاعر يعني المرأة لحتى تكون في هذا المكان مرتاحة أوكي يلابد من الناحية مش معقول يكونوا متهوشين قبل شوي وكل اليوم زي ما قلتي مش سائل أو فيه تباعد بيناتهم وتكون هي بنفس المزاج اللي مرتاحة فيه بس الرجل عنده عادي لو فيه زعل هاي حاجة منفصلة أوكي هلأ إحنا كلنا عندنا حاجات للأكل والشرب المرأة عندها حاجة للأمان حاجة للإحترام للتقدير قوية جدا أقوى يمكن قوية جدا يمكن الرجل تكون الحاجة تأتي الحاجة الجنسية بتيجي دغري مهمة جدا ولكن إحنا منيجي على إش كتير كتير مهم هو إنه الأمومة عند الأم كتير غالية وكتير عزيزة كمان دكتور حكيت إش كتير مهم إنه الأمومة يعني من أساسيات أو من أولويات المرأة وبنسمعها من الرجال عشان ما يحكوا لي أنا متحيزة مع السيدات بنسمع الرجال بيحكي لما إيجوا لأولاد نسيتني كأنني مش موجود وبرضو بنفس الوقت أنا ما ببلوم الأم لأنه هي مسؤولياتها هي جهد يعني بتكون مستنزفة فكيف توازن برضو مع قدوم الأولاد إذا في عندها ضغوطات يعني زي ما حكيتي هي إذا مش سعيدة ما رح تقدر تعطي تعطي من كل النواحي شوفي إحنا كل قصتنا بالحياة إنهم أحيانا يتحول الزواج إلى مكان أن نعطي بالواجب بعطي بالواجب لإني مجبورة بعطي لإني مقهورة بعطي لإنه لازم بعطي لإنه عيب بعطي لإنه حرام بعطي لإنه عن غصبة عني هذا كله مش عطاء من القلب هذا عطاء بالإجبار إحنا بدنا نحول الزواج إلى مكان أن يعطي بالمحبة أن يعطي بالحماس برغبة بدافعية من القلب أن نعطي وأنا لا أعطي من القلب أريد أن أرى زوجي داعم مشجع إلي أريد أن أرى ويكون موجود في حياتي لحتى أستمر وكتير مهم الرجل والمرأة بناء بعضهم البعض يعني من الزواج الحميمي اللي أنت ذكرتي أهم نقطة دانا أن نلبي الحاجات أن نخافض على هذه الحميمية كيف نبقي هذا الزواج في حميمية في حميمية يعني في علاقة عميقة دافئة قريبة مش كيف علاقتك عميقة أنت مثلا وأي حدا من صحباتك نفس العمق يعني أنا بدي أحكي إشي مهم لكل المتزوجين الزواج نعمة والزواج بركة في الحياة نعم خلينا نحافظ على هذا الزواج وأن نستمتع في هذا الزواج لأنه هذا الشريك اللي أنت نقيته أصلا أصلا عن دون رجال الكون زوجك نقاكي وزوجي نقاني والأزواج اللي موجودين نقوا نساؤهم وعندون نساء وعندون رجال العالم أنت نقاتي هذا الشخص نعم وأنا نقات زوجي واخترت الاختيار فعندون الدنيا هذا الرباط الدخلنا فيه العظيم خلينا نحافظ عليه والحفاظ عليه يتم من خلال تلبية الحاجات إذا بتفوتي على أي زواج بتقولي وين الخلل؟ بطلوا يلبوا الحاجات هل برأيك عنا وعي من الأزواج؟ يعني هل درجة أسأل عن الرجل؟ الرجل عارف أنه السيدة عندها حاجات وفي حالة غيرت مشاعرها اتجاههم معناته مش عم بيلبيها من اللي بتشوفي؟ هل عنده وعي؟ ولا دائما عندنا إحنا حالة إنكار؟ ما هو الحق عليها؟ شوفي إحنا من بدء الكون دائما الحق على الآخر وحتى بتشوفي بالتربية مش أنا مش أنا الحق على التاني هذه قصة الكون لكن إحنا بدنا نيجي للمعيار الصحي وبدنا أمام هذا المعيار الصحي أن نكون أمنا ونكون صادقين أنا علي حق والآخر علي حق أنا مش كاملة ولا أنت كاملة ولا حدا فينا كامل ولا الأزواج كاملين ولا النساء كاملين فإحنا بدنا نيجي نحط هذا الموضوع على الطاولة وبدنا نقول واحد تنين تلاتة ونشوف وين الخلل ونحاول أن نصلحه نعم إحنا منعرف موضوع الزواج قديش يعني كل واحد عنده مشكلته وموضوع شائك وكل واحد شخصيته وتكوينه بس من برضو المشاكل اللي نسمعها غير المشاكل اللي لها علاقة بالعلاقات الحميمية الجسدية بين الأزواج بنسمع عن أزواج بيحكي لك مرتي ما بتحترمني وخصوصا إذا كانت هي بتساعد من الناحية المادية في البيت أو وضعها الاجتماعي أفضل قلة الاحترام للرجل إيش ممكن تسبب عندنا؟ ولا إشي إذا بدي أختصرها بكلمة واحدة هي عدم تلبية حاجة الاحترام للرجل شو نتائجها؟ نفس نتائجها لما أنا ما بتلبى للإحترام بدي أحط التعاطف بل رجعك على التعاطف أحط حالي محل هذا الرجل اللي مش عماله يحترم كيف بيحس؟ كيف بشعر؟ قديش بتداية؟ قدي بتألم؟ قدي بيحس؟ شو الفكرة اللي بتطلع له؟ أنا ما إلي قيمة بهذا البيت؟ أو أنا مش محبوب؟ أو أنا مش شايفين قيمتي أنا بورجيهم؟ بلش أفكارنا السلبية تطلع دانا لما حاجاتنا لا تلبى وبتنعكس على حياتنا فالرجل لما بقول أنا مش عم تتقدم لي حاجة الإحترام أكيد هو شخص متألم مش عماله يتظاهر لأنه كل شي بالنقاش يتم ورح ترجع تتغير مشاعره اتجاه زوجته يعني ما ناخد مسلمات الحب بالزبط يعني بس أعطيكي الحاجة غير الملبى للإحترام مثلا أو للتقدير أو للمودة أو للدعم أو للأمان لأنه لما بتنضرب أي حاجة بتأثر على فكرنا ومشاعرنا وسلوكنا ومخرج الحياة ففكري بيصير إذا تلبت الحاجة شو بقول أنا جوزي بيقدرني مثلا جوزي لبى لي الحاجة للتقدير أو للدعم أو للأمان على طول أنا شو بيجي براسي أنا مهمة أنا محبوبة أنا إلي قيمة جوزي بيحبني الحياة منيحة الدنيا بخير أنا مرتاحة في شعوري مبسوطة ممتنة إنه هو بحياتي وهو زوجي مبسوطة سعيدة شو بيصير سلوكي إذا فكر مشاعر سلوك شو بيصير سلوكي بيصير سلوكي بدي أعطي وبعطي عن رغبة وبعطي عن حب وبدي أبني أكتر وبدي أساعد وبدي أعطي بإيش بحب وليس بالإجبار ومخرج الحياة علاقة زواجية جيدة سعيدة حميمة والعكس صحيح وإن لم تلبى هذه الحالة يؤثر يخرج الألم هناك يخرج الإمكانات هون يخرج الألم وبصير فكري أنا مش مهمة أنا ما إلي قيمة طيب أنا بورجيهم ومشاعري ألم غضب حزن يأس ومخرج الحياة علاقة يعني لما حكيت في البداية أنه الحب بتحول لنفور بتحول لمشاعر عكسه لما حكيت أنه بيوتنا المفروض تكون فيها هاي الدفئ والسلام والملاذ بتتحول لساحة معركة حتى في رجال بسمعهم بيحكوا أنا ما بحب أروح البيت أو سيداتي ريتني ما تزوجت هذا كله منقدر نحكي نتيجة حاجات غير ملباء وقلة وعي من الطرفين عشان هيك اليوم بدنا نوصل لمرحلة أنه إحنا ما بدنا زواج عم بيموت أو يحتضر أو يحتضر survival mode بدنا ثرايف بدنا نحلق بزواجنا هل باعتقادك بعد هالكم من دقيقة من البودكاست الأزواج اللي بيسمعونا اللي بيمروا بألم لأنه اللي مش مبسوط بزواجه هو بحالة ألم ولو ألم صامت هل قادرين اليوم نقدم رسالة واقعية بالفعل تغير ولو فكرة من أفكارنا عن الشريك ما نضلنا نلوم الشريك لأنه زي ما حكيتي أي مشكلة شو ما كانت هي مسؤولية الطرفين المشاكل مؤشر ما نخاف من المشاكل ما تخافوش من المشاكل شي طبيعي أوكي وهي مؤشر على ضرورة إحداث تغيير ضرورة إحداث تغيير في هاي العلاقة وهذا يتم بكل سهولة ما في مشكلة ما إلها حل دانا إذا التنين يجوا بكل وعي وقابلين إنهم يسمعوا ويسمعوا ألم الآخر ويسمعوا ماله الآخر ليش بتدايق ونلاقي حلول فاللي حكيتي بقصة الـ survive أو thrive عادة من حل مشاكلنا بطريقة الـ survive يعني نجاة سلك اليوم مشي الحياة كيف ما إيجا تو وهيك ماشي الزواج وهذا مش صح نحن نريد أن نمشي الحياة ونحل المشاكل بـ thrive اللي ذكرتيها اللي هي thrive يعني التحليق نريد أن نحلق نريد أن نتحدث نريد أن نضع النقاط على الحروف نريد أن نتحاور الحوار شو المشكلة؟ نرى الأسباب شو الحاجات الغير ملباة؟ تعال إذا أنا بدي أقول لتنين اليوم روحوا بس لبوا الحاجة للتقدير أقول لك بكل بساطة يعطيك العافية لو كل ست بتقول لجوزها يعطيك العافية وأنا بقدر أنك أنت رايح وتعبان عشاننا شو في الحياة شو بتصير؟ إشي بسيط أنا واحدة ست بقولها معليش جوزك بحاجة إلى المدح امدحي شكله يعني اسم الله شكله حلو وبلبس حلو إشي وبتقول لي بقولها امدحي والله بتقول لي لا ليش أمدحه يكبر راسه يعني راح على محل تاني في شغله ولأ المديح أوكي ويا سلام ما أحلى هتطلو يا سلام ما أحلى فكرة هي الخيانة فكرة تبدأين الخيانة تبدأ بفكرة احنا بنفكر أنه هي بيكون بيكون خلل كتير كبير لا هو ممكن احنا نفتح باب بس زي ما حكيتي قلة المديح قلة الاهتمام قلة التقدير هيك عم نفتح باب هذا عدم تلبية حاجات وهي المشكلة الحقيقية كل مشكلة لها حل نعم حتى في الزواج نعم ومن خلال حكيك حكيتي منقدر نتخطى الخيانة ومنقدر نتخطى العديد من الأشياء معناته ليش منطلق ليش منروح للحل الأسهل هو الطلاق عشان هيك قبل ما نروح للطلاق يعني هو بيدمر وهو أنا بعرف أنه ما حدا مجبر أو ما حدا بيحب يأخذ هذا القرار شوفي احنا منروح للطلاق لما الأطراف ما بدها تغير ويضل طرف متعوس بالألاطة الكبرياء والكبرياء كتير بيدخل وعدم التواضع كتير بيدخل بالموضوع فإحنا إذا بدنا نكون أشخاص صادقين بحياتنا إيد لحالها ما بتزاقف التنين عليهم في الموضوع حتى الست اللي بتظلها ساكتة أو الرجل اللي بيظله ساكت في كل العلاقة كان لازم يحكي كان لازم يقول أنا زعلان وأنا مأهور وأنا ما بدي هذا الشي يتم وياريت لو تغير طريقتك ياريت لو تغير سلوكك علما بأنك أنت بتعز علي وأنت مهم وبحب علاقتنا تكون منيحة إحنا بس لو نغير طريقة تواصلنا مع بعض ونتعاطف ونلبي الحاجات هناك متعة في هذا الزواج سؤال الحب مع السنوات حكينا ممكن يتغير ممكن يتحول لنفور ومن ثم كروه برأيك بعد الوعي ممكن هذا الكروه والنفور يرجع يتحول لحب ولا مستحيل شوفي الحب دائما حب والحب عكس الخوف وليس الكروه والمضلة الكبيرة لتصرفاتنا سواء أنانيين سواء عمالنا نكون من صيح هو عبارة عن بكل بساطة يدخل الخوف في معادلة بالصراع في صراع بين الحب وبين الخوف يا أنت بتسلكي سلوكات تلبية الحاجات فبتشعريني أنا الطرف الآخر أو زوجك أو أي حدا تاني أو أنا أختك أو أنا زميلتك تشعريني بالراحة بالتقدير بالإحترام هاي سلوكات الحب إحنا الحب بنا نقول أن الحب هيك الحب عبارة عن تقدير عبارة عن احترام عبارة عن دعم عبارة عن إشعار الآخر بالأمان عبارة عن اهتمام في فكرة كمان حلو نوضحها أنه التشاركية لا يعني أو لا تعني الانصهار أنا ما بلغيك ولا أنت بتلغيني ممكن نكون بنفس البيت بس كل واحد له أحلام أيضا مختلفة شكرا على هذا التذكير بهذا الموضوع كتير مهم جدا لأنه إحنا منفكر بكتير دائما أنه العلاقة في الزواج تعني إحنا التنين لازم نسير واحد وننصهر لا إحنا لازم أن نتقارب التقارب هو الشيء الصحي والاستقلال أن يبقى شيء صحي إيه متى الغلط بيصير لما الاستقلال يصبح تباعد بثنين كل واحد بديرة وهذا خطأ أو لما التقارب يصير انصهار وتروح شخصية كل واحد وينصهروا كأنهم شيء تروح شخصية الآخر وتروح كيانه وتميزه ويصير التاني كأنه ما عندوش هوية وعندوش شخصية هذا الانصهار مش صح ناكل من نفس الصحام بس كل واحد إله معلقة من نامع نفس التخد كل واحد إله مخد لو نمنع نفس المخد شو بيصير نخنق بعض وهذا اللي منحكي دائما أنه نعم نحن تنين لدينا استقلاليتنا لو نمنع بنفس التخد كل واحد على مخد لأنه إذا نمنع على نفس المخد بالأخير رح نخنق وندايق بعض ففي مساحة للحرية لو أكلنا بنفس الطبخة بس كل واحد بصحن مثلا لو أكلنا بنفس الصحن كل واحد في معلقة في نوع من الاستقلالية في نوع من التميز إحنا ما نخاف من الاختلافات يا دانا الاختلافات بيننا تكمل بعضنا البعض إحنا مش نسخة كوبي عن بعضنا البعض الاختلاف يعني التميز تخيلي لو كلنا نفس الشكل وين التميز إيش بيخوف أوكي فلا نخاف من الاختلافات الاختلافات وجدت لا التميز وحتى نكمل بعضنا البعض فيه كمان نقطة عم نسمع عنها كتير بس بحب برضو أرجع أذكرها بهذا البودكاست كتير مهم أتقن لغة الآخر في الحب يعني مثلا أنا بحب لغة اللغة الخدماتية بالحب أو المفاجآت بحب حدا يجيب لي هدية فأنا بروح بخاطب الشريك بهذه اللغة بجيب له هدية بس هاي الهدية يمكن ما تعني له تعني له الكلمة الحلوة فقديش كمان هذا الجانب هذا كتير مهم ليش؟ لأنك بتكون يعيش عم تعملي كل إشي بحكي بلغتي ستي بتحكي بلغتك وبتحكي بحاجتك فأنت لما تيجي الاحترام مثلا أنت حاجة عندك أو بتحبي أنت لغة الهدية غيرك بحب لغة المدح ناس تاني بحب لغة التقدير ناس تالت بحب لغة الأمان فهذه كلها عبارة كيف أحب أن تلبى الحاجة إلي يمكن الحاجة للإحترام خدي رأيي يمكن الحاجة لزوجي تكون تختلف تكون مثلا رجعوا الأغراض لما بتاخدوها يمكن لأبني تكون تعطينيش أوامر يمكن لبنتي نفس حاجة دقي على الباب يمكن تكون إشي تاني يعني هي موضوع يعني كل اللي عم نحكي فيه ممكن نختزله بفكرة التواصل أعرف هو شو بده وليش زعل وليش الداية وأسأله وأسأله كيف يحب يعني إحنا المشكلة كبرياءنا خانقنا شكرا لو بس نتنازل من فكرة أنه إحنا ما وصلنا لهون لو أنا عم بعمل كل شي صح هو ما وصل لهون لو هو عم بعمل كل شي صح للي بسمعنا دكتورة في الختام وفي سيدة تتألم بصمته مش عاجبها زواجها وبتفكر بالطلاق وخايفة من كل المعطيات لولاد والعيلة وش بدهم يحكوا الناس والزوج نفس الإشي خايف على ولاده خايف على سمعته وعم بفكر بالطلاق شو بتحكي له بقولهم ما تخافوا من كل هاي المشاكل هاي المشاكل مؤشر إنه فيه إشي لازم يتغير في تواصلكم في تعاطفكم في تلبية حاجاتكم لبعضكم البعض ودائما فيه حل فدائما فيه أمل فأبدا كل شي ممكن أن يحل شكرا استمتعت معك كتورة عيدة شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة